السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في حلقة جديدة من حلقات هيلسي لايف النهارد ان شاء الله زي ما عودناكم هنتكلم عن الموضوع مهم جدا هنتكلم عن اخطار خلط المنظفات اللي ممكن يهدد صحتنا وكمان يقدي الى بعض الاضرار الجسيمة اللي ممكن تحصل لنا طبعا الكتير مننا بيخشى الاصابة من الفيروس الموجود دلوقتي والوباء المنتشر حاليا وعشان نطرد الهواجس اللي موجودة عندنا من وصول العدوى لنا من مارس بعض الاشياء اللي ممكن تؤدي لضرر كبير ممكن يؤدي الى ضرر اكبر لصحتنا ومن اكتر الحاجات الشائعة اللي بنتباحها وخاصة لربات البيوت ان هي بتستعمل اكتر من مادة منظفة او مطهرة توهما مننا ان خلط هذه المواد الكيميائية ممكن يزيد من قهوطها التنظيفية او التطهيرية وكمان ظننا مننا ان احنا ممكن نحقق مستوى من النظافة افضل وكمان ان احنا نقضي على الفيروسات اللي موجودة ولكن اللي بنتج عن خلط هذه المواد مع بعضها بيبقى عبارة عن اضرار جسيمة جدا وشديدة ممكن تضر صحتنا واحنا هنوضح دلوقتي ايه الاضرار اللي ممكن تحصل لنا طبعا لما بنخلط المناظفات دي بيؤدي لبعض التفاعلات الكيميائية وطبعا بتطلع بعض الغازات السامة اللي بتضر صحتنا ومن ابرز هذه المناظفات اللي احنا ممكن نستخدمها ان احنا مثلا نخلط الكولور مع الخل طبعا الخل زي ما حضركم عارفين بيعتبر من الاحماض القوية جدا عشان كده لما بنمزجه مع الكولور بينتج غاز يسمى الكولورامين وطبعا ده غاز سام جدا لو احنا استنشأناه ممكن يعمل تلف في الجهاز التنفسي وفي الرئتين وكمان في الكلة وكمان لو لمسه بيؤدي الى حدوث التهابات في الجل كمان في بعض المواد الاخرى زي ماسج الكولور مع الكحول طبعا ده برضو يعتبر ضر جدا لانه بيتفاعل مع الكحول وبيتفاعل مع المادة اللي اسمها الهايبروكلوريت السوديوم اللي تبقى موجودة في الكولور وبينتج غاز اسمه الكولوروفورم والغاز ده طبعا بيؤدي الى تلف في الجهاز العصبي وكمان في الكلة وبيؤدي الى ضيق في التنفس والتهابات في العينين وكمان في الجل ولما بنستنشأه بكمية كبيرة بيسبب الشعور بالدخل وكمان القيم ومن ضمن المواد التانية اللي ممكن نخلطها مع الكولور بتسبب اضرار جسيمة برضو زي الكولور مع الفلاش طبعا المسج الاثنين برضو بيعمل تفاعل كبير وشديد وينتج عنه غاز الكولور اللي بيسبب بعض الاغماقات ومضاعفات خطيرة زي ديق في التنفس وحمرار في العينين وسيلان في الانف وكمان التهابات برضو في الجلد ومن ضمن المواد اللي برضو بدخلتها مع الكولور دون وعي منا زي الكولور مع الأمونيا اللي هي بودرة النشادر طبعا دي لو تخلطوا مع بعض بينتج برضو غاز سام بيؤدي الى اضرار في الجهاز التنفسي وكمان برضو في الجهاز العصبي وبيحصل تورم في الجلد وحمرار في العينين طبعا عشان لازم نستخدم مواد تنظيف فلازم نتبع بعض النصائح عشان نتفادى مثل هذه الأخطار ومن ضمن هذه النصائح ان احنا لازم نستعمل قفازات لمنع ملمس الكولور للجلد وكمان لازم نخفف الكولور عند الاستخدام بالمية بس بلاش نخلطه بأي مواد تانية وتكون نسبته واحد لعشرة من المية وكمان بعد استخدام المنظفات لازم نحكي مغلقها جيدا ونحفظها بعيدا عن مخناول ايدين للأطفال عشان ما يحصلش ان الاطفال تلعب فيها وبرضو يؤدي الى بعض الاضرار والمخاطر اللي احنا ما منفضلش انها تحصل وكمان المفروض نستخدم الكولور بس لانه هو كفيل انه هو يقوم بالتطهير اللي احنا محتاجينه اتمنى المعلمات اللي انا قلتها تكون مفيدة لكم هستنى تعليقاتكم ومقترحاتكم وان شاء الله ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته